تخطى لعبو الفورتنايت حاجز الخمسة وعشرين مليون مستخدم بعد استحداثها لطبق طائر ضخم يحاول احتلال الجزيرة التي يتنافس اللاعبون على ساحتها مع ظهور كائنات فضائية بأسلحة حربية لتتحول الأطباق الطائرة من مجرد خيال علمي إلى هاجس للأمن الكومي الأمريكي إذ ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن البنتاجون شكل قبل عامين فرقة عمل خاصة بالظواهر الجوية المجهولة مهمتها اكتشاف وتحليل وتصنيف الأطباق الطائرة الغامضة عن طريق المراكبة البصرية وأجهزة الاستشعار والردارات يرصد نحو 140 جسما طائرا لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي ناقشت لأول مرة في جلسة استماع علنية الظواهر الجوية غير المعروفة في صابقة لم تحدث منذ خمسين عاما منذ أوائل العام 2000 رأينا عددا متزايدا من الطائرات المجهولة والأجسام الغريبة وقد تم رصدها في مناطق التدريبات الجوية العسكرية مسؤول الدفاع الأمريكي تعهد بكشف الأسرار المتعلقة بالصحون الطائرة والأجسام الغريبة لتمكين العسكريين الأمريكيين من رواية ما يشاهدونه بكل أريحية خشية من اتهامهم بالخلل العقلي وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أشار إلى وجود لقطات وتسجيلات لأشياء تحلق في السماء لا يمكن تدارك مساراتها وتحركاتها بسهولة وتساءل هل هناك مختبر موجود في مكان ما نحتفظ فيه بعينات لكائنات وصفن فضائية ففي العام 1990 بلغ عدد شهادات رؤية الأطباق الطائرة 319 شهادة ليرتفع إلى 7267 شهادة في العام 2020 القلق لدى المسؤولين الأمريكيين إذن ليس من كائنات فضائية تزور الأرض وإنما الخشية من أن تكون هذه الأطباق تكنولوجيا عالية ترسل من خصوم الولايات المتحدة الأمريكية ومهما اختلفت التسميات بين الأطباق الطائرة والأجسام الغريبة والمركبات المجهولة يبقى المجهول واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر